بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غهرت بها كل شيء و خضع لها كل شيء و ظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقين بعد فناه كل شيء وبأسماك التي ملت أركان كل شيء وبعلمك الذي حاطب كل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين و يا آخر الآخرين اللهم اغفرني الظنوب التي تهتك العسان اللهم اغفرني الظنوب التي تنزل النقام اللهم اغفرني الظنوب التي تغير النعام اللهم اغفرني الظنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفرني كل ذنب أذنبته و كل خطيئة أخطأتها اللهم اغفرني تغرب اليكم به ذكرك و از تشفع بك إلى نفسك و اسألوك بجودك انتو دنيني من قربك و انتو زعني شكرك و انتو الهمني تكرك اللهم اني اسألك سالخاضع متذلل خاشق انتو سامحني وترحمني و تجعلني بقسمك راطيا قانعا و في جميع الأحوال متواضع اللهم و اسألك سال من اشتدت فاقته و انزل بك عند الشداد حاجته و عظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك و على مكانك و خفي مكرك و ظهر أمرك و غلب قهرك وجرت قدرتك و لا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا اجد لذنوبي غفرا و لا لقبائحي ساترا و لا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا اله الا انت سبحانك و به حمدك ظلمت و نفسی و تجرت و به جهنی و سکنت و الا قدیم ذكر کنی و من نکم علای اللهم مولاي اللهم مولاي كم من غبيح سترته و كم من فادح من البلاء عقلته و كم من عثار وقيته و كم من مكروه دفعته و كم من فناو جمیل لست اهلا له نشرته اللهم عظم بلائي و افرت بی سوحالي و غسرت بی اعمالي و قعدت بی اغلالي و حبسنی عن نفعي بعد و عمالي و خضرتن الدنیا به غرورها و نفسی به جنایتها و مطالي يَا سَيِّدِي فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ اللهم يحجب عن كدعاء سوح و عمالي و فعالي و لا تفضحنی بخفیه مطلرت عليه من سفری و لا تعاجلی بالعقوبت على ما عملته في خلواتي من سوء فعلی و اصاعتی و دوام تفریطی و جهالتی و كفرت شهواتی و غفلتی و کن اللهم به عزت کلی فی کل الاحوال رؤوفا و علی فی جمیع الامور عطوفا الهی و ربی من لغیرک اسأله كشف ذری و النظر فی امری الهی و مولای اجرایت علی حکمنت تبرت و فیه هوا نفسی و لم احترس فیه من تزگین عدوی فقررنی بما احوال و اسرده علا ذالک القضاء فتح جاوستو بما جرا علی من ذالک بعض حدودک و خالستو بعض عوامرک فلک الحمد علی فی جمیع ذالک و لا خجتلی فی ما جرا علی فیه قضاء و الزمنی حکمک و بلاء و غدتیتوک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علا نفسی مؤتذرن آدمان منکسرن مستقیلا مستغفرن منیبا مقررن مذرن مترفا لا اجد و مفرم من ما کان منی و لا مفضعا اتوجه و لیه فی امری غیر قبول که رذری و ادخال که ایان فی سعت رحمتک الهی فقبل رذری و ارحم شدت زرری و فکنی من شد و فاقی یا رب رحم زعف بدنی و رغتا جلدی و دقتا عظمی یا من بده خلقی و ذکری و تربيتی و بری و تغذیتی هبنی لابتدائی کرمی و السهال ف برکبی یا الهی و سیدی و ربی اترکا نعبد بی بنارک بعد توحیدک و بعد من طوى عليه قلبي من معرفتک و لهی جبی لسانی من ذکرک و اعتقده ضمیری من حبک و بعد صدق اعترافي و دعائی خاضعا لربیتی هی هات انت اكرم من ان تضیع من ربيتا او تبعد من ادنيتا او تشرد من آويتا او تسلم الى البلائی من كفيته و رحمتا و ليت شعنی سیدی و الهی و مولای اتسلط النار على وجوه خرات لعظمتک ساجدا وعلى انسن نطقات لتوحیدک صادقا و بشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفا بإلهیتک محققا وعلى بمائرا حوت من العلم بك حتی صارت خاشا وعلى جارحا سعت الى وطان تعبدك طائعا و اشارت باستغفارك مدعنا ما هكذا اظن بك ولو خبرنا بفضلك عنه یا کریم و یاره و انت تعلم و ضعفی عن قلیل من بلاه الدنیا و عقوباتها و ما یجری فی ها من المکاره على اهلها على ان ذالک بلاه و مكروه قلیل مكثوب یسیر بقاه قصیر مدتا فکیف احتمالی لبلای الاخره و جلیل وقوع المکاره فی ها و هو بلاد حطول مدته و یدوم مقامه و لا يخفف عن نهنه لأنه لا يكون الا عن قضبك و انتقامك و سختك و ها دار ما لا تقوم له السماوات و الارد یا سیدی فکیف بی؟ و انا عبدك الذعیف الذنین الحقین المسکین المستکین یا اله و ربی و سیدی و مولای لأی الامور اليک اشکو و لما منها ضج و بكیه لأليم العذاب و شدته ام لطول البلاء و مدته فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعداوك و جمعت بینی و بین اهل بلاء و فرقت بینی و بین احبایک و اولیاء فهبنی یا اله و سیدی و مولای و ربی صبرتو على عذابک فکیف اصبرو على فراطک و هبنی اصبرتو على حر ناریک فکیف اصبرو على نظر الى کرامتن فکیف اصبرو على نظر و رجای مفور فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لان ترکتنی ناطقا لاغذجن الیک بین اهلها و جیج الوالمین ول اسرخن الیک صراخ المستصرخی ول ابکین علیک بکا الفاقدی و لاؤنا دینکه ای نکنته یا ولی المومنین یا غایت آمال الارفین یا غیاف المستقیثین یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین و فتره که سبحانکه یا الهی و به حمدک تسمع و فیها شوت عبد مسلم سجن فیها به مخالفته و ضاقه ترمعذابه ها به معصیته و حبسه بین اطباقه ها به جرمه هی و جریرته و حوه یا زج و الیک زجیج محمل رحمتک و یو نادیکه بلسان اهل توحیدک و یا توسل الیکه به ربوبیتک یا مولای فکیف یبقا فی العذاب و هوا یرجو ما سلف من خلمک ام کیف طول مه النار و هوا یا مول فضلك و رحمتک ام کیف یحرقه لهی بها و انت تسمع سوته و ترامکانه ام کیف یشتمل علیه زفیرها و انت تعلم و ضعفه ام کیف یتغلغل بین اطباقه ها و انت تعلم و صدقه ام کیف تزجروه زبانیتها و هوا ینادیک یاربه ام کیف یرجو فضلك فی عطقه هی منها ف تترکه فی ها حیحات ما ظالیک الظن و بک والعلم عروف من فضلك و لا مش به هل ما عاملت به الموحدین من برک و احسانک ف بال یقین اقتر لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاحدیک و غضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها برد و سلاما و ما کانت لاحد فیها مقر ولا مقاما لیکنک تقدست اسماؤک اقسمت انتم لها من الكافرین من الجنت و الناس اجمعین و انتو خلده فیها المعاندین و انت جل ثلاؤ که قلت مبتده آم و تطولت بالنعام متكرمام اَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاصِغًا لَا يَسْتَذُونَ اَلَهِي وَسَيِّدِي فَاسْهَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا وَبِالْقَضِيَةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا انتاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جغلين عملته كتمت أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات يا الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا م ك beef يا من بيده يدي ناصيدي يا عليما بذر ومسكتي lerde يا خبيرا بفقري وفاقتي وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك لحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل وقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح اليك في ميادين السابقين وأسرح اليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن قادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم ظلفة لدنك فإنه لا ينال دالك إلا بفضلك وجدني به جودك وعطف عليك به مجدك وحفظني به رحمتك واجعل لساني به ذكرك الهجاء وقلبي به حبك متيماه ومن عليم به حسن جابتك وقلني عفرتك وغفر زلتك فإنك غضيت على عبادك وعبادتك وعمرتهم به دعائك وغمنت لهم الإجابة فإليك يا عرب نصب تو وجهي وإليك يا عرب مدد تو یدیه فإليك يا عرف يا سنيع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعا فإنك فعال لموتشعر يا من اسمه دغا وذكره الشفا وطاعته غنا ارحم الراس وماله الرجا وسلاحه البكاء يا صابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم الله يعلم صل على محمد وعال محمد وافعل بما انت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة